جزائرهم للمخرجة لناس ويلم فيلم وثائقي تروي من خلاله المخرجة قصة انفصال جديها مبروك وعائشة الفيلم بين الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية كان كتير مهم إلي أقدر أحكي عن قصة سيديو ستة كمان عشان الناس يتعرف عن هدول الذاكرات الشخصية اللي نحكيش عنها وبنفس الوقت بعرف انه قصتهم مش بس قصتهم بس قصة صمت وقصة هجرة وقصة ذاكرة الجمعية والحرب والاستعمار وورا كل القصة تبعتهم في كل هدول القصص وكان مهم إلي أخلط الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية عشان إحنا نقدر نحكي قصتنا بلا ما نمرق عن طريق ناس تانية ونقدر نحكي عن حالنا لحالنا ونفهم إيش صار إيش صار فينا عشان كمان نقدر نحكي مع الباقي ونفهم الباقي تحاول المخرجة على مدار سبعين دقيقة تصلح مع ستون عاما من الذكريات صمت عائلي يخفي أوجع جيل كامل حاول التعيش مع معاناة المهاجر مشروع الرجوع المؤجل إشكالية الهوية وواقع استغلال العمال الجزائريين بفرنسا وفهمت إنه الصمت جاي من هاي الصعوبة وهاي الصعوبة مش بس صعوبتهن بس صعوبة جيل كامل ومش بس بالجزائر كمان يعني في كتير قصص غربة بمحلات تانية وكمان اليوم عم منشوف إنه في كتير غربة بالعالم وبنفهم كيف الصمت دخل بالكونكشن بين الابو والأم والولاد كيف كان شغلو وفكرت ألاقي صورة ألاقي جملة عن الجزائريين اللي كانوا يشتغلوا ما لاقيت ولا إشي واكتشفت فهمت إنه هو وصل كشاب عمره 18-19 سنة يمكن كان هيك مبسوط إنه يوصل على محل ويفكر إنه هاي حياة جديدة وبالآخر فهم إنه كله إكسبواتيسيون وما لقاش محل والغربة كان صعوب فيلم عائلي امتزجت فيه وقائع معاناة وتفاصيل الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية شكرا